دعاء الندبة اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبيه وآله وسلم تسليم اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلان بعد أن شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردآها ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيته بروح القدوس وكل شرعت له شريعتان ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجتان على عبادك ولألا يزول الحق ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا على من هادياه فنتبع آياتك من قبل أن نذلها ونخزع إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكانك من تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضلا من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالروح وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البايت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيلا إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنتم مولاه فعلي مولاه اللهم والمن والاه وعاد من عاداه وانصر من نصراه واخذوا المن خذلاه وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحيم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترى فيه صناديد العراب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيره فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاصطين والمارقين ولما قضى نحبا وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتث الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وأقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي يا من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعدا وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندوا بالنادبون ولمثلهم فلتذر في الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعجه العاجون أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع داء آبر الظلماء؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيم عالم الدين وأهله؟ أين قاصموا شوكة المعتدين؟ أين هادموا أبنية الشرك والنفاب؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاء؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتات والمرداء؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء؟ ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح؟ وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء؟ وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ أين المنصر على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعى؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى؟ وابن علي المرتضى؟ وابن خديجة الغرى؟ وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى؟ يا ابن السعادة المقربين؟ يا ابن النجباء الأكرمين؟ يا ابن الهداة المهديين؟ يا ابن الخيرة المهذبين؟ يا ابن الغطارفة الأنجبين؟ يا ابن الأطائب المطهرين؟ يا ابن الخضارمة المنتجبين؟ يا ابن القماقمة الأكرمين؟ يا ابن البدور المنيرة؟ يا ابن السرج المضيئة؟ يا ابن الشهب الثاقبة؟ يا ابن الأنجم الزاهرة؟ يا ابن السبل الواضحة؟ يا ابن الأعلام اللائحة؟ يا ابن العلوم الكاملة؟ يا ابن السنن المشهورة؟ يا ابن المعالم المأثورة؟ يا ابن المعجزات الموجودة؟ يا ابن الدلائل المشهودة؟ يا ابن الصراط المستقيم؟ يا ابن النبأ العظيم؟ يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم؟ يا ابن الآيات والبينات؟ يا ابن الدلائل الظاهرات؟ يا ابن البراهين الواضحات الباهرات؟ يا ابن الحجج البالغات؟ يا ابن النعم السابغات؟ يا ابن طهى والمحكمات؟ يا ابن ياسين والذاريات؟ يا ابن الطوري والعاديات؟ يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسيني أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النواة؟ بل أي أرض تقلك أو ثرى؟ أبرضوى أو غيرها أم في طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى؟ ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى؟ عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى؟ ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى؟ بِنَفْسِي أَنتَ مِنْ مُغَيَّبٍ لَمْ يَخْلُوا مِنَّا بِنَفْسِي أَنتَ مِنْ نَازَحِينَ مَا نَزَحَ عَنَّا بِنَفْسِي أَنتَ أُمْنِيَةُ شَائِقٍ يَتَمَنَّا مِنْ مُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَتِينَ ذَكَرَ فَحَنَّا بِنَفْسِي أَنتَ مِنْ عَقِيدِ عِزٍّ لَا يُسَامَى بِنَفْسِي أَنتَ مِنْ أَثِيلِ مَجْدٍ لَا يُجَارَى بِنَفْسِي أَنتَ مِنْ تِلَادٍ عَمٍ لَا تُضَاهَى بِنَفْسِي أَنتَ مِنْ نَصِيفٍ شَرَفٍ لَا يُسَاوَى إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكى هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناصر ترى أترانا نحف بك وانت تأم الملاء وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتات وجحدت الحاق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياث المستغيثين يا عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجواه وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكري بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما وجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد الجد ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغار وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليهما وسلم وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوما وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وادحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذوا بحجزتهم ويمكثوا في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتنا بمعصيته ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم وقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيم نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ضمأ بعده يا أرحم الراحمين أداء الحاج حسين العريان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة